موسيقى حبيبي سنوية عمّة أدبي أهلاً وسهلاً بيكم من شاشة قناتكم قناة مدرستنا مستر عفيفي يحييكم بنرجع مرة تانية أعزائي لنستكمل سوياً دراستنا التفصيلية للمقاومات الطبيعية لكوة الدولة تحدثنا عن الموقع ثم تحدثنا عن المساحة ثم تحدثنا عن الشكل النهاردة هنتكلم على التدريس وهنتكلم على الأحوال المناخية وهنتكلم عن النبات الطبيعي ونعرف قد إيه هذه العناصر تؤثر على كوة الدولة إما بالسلب أو بالإيجاب بمعنى إن قد نجي الدولة من أحد مظاهر قوتها تنوع مظاهر تدريسها يعني بسم الله ما شاء الله بنحمد ربنا إن هو من على مصرنا العزيزة بتنوع في مظاهر السطح يعني أنا هديلك بس يعني لفتة صغيرة أنت متخيل كل المظاهر التدريسية من جبال وسهول وأنهار وهضاب ومرتفعات وأودية وبحيرات وخزانات مياه جوفية وواحات وكثبان رملية ده كله موجود في دولتك في دولة تانية مفهاش الكلام ده كله يكون لها جبال يكون لها سهول لكنها لا تفتقد لكل هذا التنوع ها ده حاجة صغيرة جدا ها هناخد الكلام ده جوال حلق بس في البداية بس بعرفك مدى نعم الله على مصر في التدريس يعني مصر خدت عشرة من عشرة علامة كاملة في الموقع خدت علامة كاملة في المساحة وحتاخد النهار ده علامة كاملة في التدريس وحتاخد كمان علامة كاملة في المناخ الحاجة الوحيدة بس اللي هنفقد فيها نقطتين تلاتة هي النبات الطبيعي لأن دولتنا في موقع معين جعلها فقيرة في النبات الطبيعي لا عندنا سفنة ولا عندنا استيبس فده أثر على قدرتنا في الانتاج الحيواني لكن ربنا معوضنا في حاجات تانية كتير يلا بينا عزينا نتعرف على تأثير التدريس وكمان المناخ والنبات الطبيعي في قوة الدولة يبقى نهار ده هنتكلم على التدريس والمناخ والنبات الطبيعي تدريس العالم متبينة على فكرة يعني انت لو ركزت في الخريطة اللي قدامك دي هتلاقي الألوان متبينة كل ما يبقى اللون بني وغامق قوي يبقى مرتفعاته تدريس بيفتح اللون شوية بيبقى يعني هضاب تلال متوسط الارتفاع كده طيب اللون الأخضر أكيد انت عارف طبعا من بنيتك المعرفية الجغرافية من زمان هتبقى قودية طيب اللون الأصفر هيبقى صحرة وأكيد الأزرق دوات مية سواء أزرع مائية فوق اليابس أو مسطحات مائية هائلة كبحار ومحيطات وخلجان مفتوحة ومضايق يبقى الواضح من قدامي بس تنتج إيه من مهارة قراءة الخريطة وبركز تنه من ضمن نواتك التعلم اللي بتتقاس فيلم تحقان مدى قدرتك ومهارتك على قراءة وفهم وتحليل وتفسير الخريطة الخريطة اللي قدامي أطلع منها مئة معلومة دلوقتي من ضمن هذه المعلومات تباين مظاهر السطح في العالم فهناك دول مفهاش جبال تقريباً أهو في دول فيها جبال كتيرة في دول مفهاش صحاري لكن في دول فيها صحاري كتيرة في دول يبختها معظم مساحتها عبارة عن لون أخدر وفيها أودية وأنهار وزراعة وكده أو نبات طبيعي سواء حشائي السفنة أو غابات أو استبسي إلى آخره يبقى شوف التباين عامل إزاي في علاقة بقى ربط بقى بين التضاريس وبين المناخ وبين النبات الطبيعي عشان كده نخده من النهاردة في حزمة واحدة صعب جداً جداً تفصل بين تضاريس الدولة ومناخها وصور النبات الطبيعي فيها تنوع مظاهر السطح بين دول العالم بيقول لي بنسبة ده اللي فاته هناك دول يغلب على أراضيها الطابع السهلي مثال سجل بسرعة هولندا وألمانيا تمام وفي دول بيغلب على أراضيها الطابع الجبلي يعني منين ما تمشي في الدولة انت تقريباً تقريباً طالع نازل طالع نازل شاف جبال تخيل صعوبة إنشاء شبك الطرق في هذه الدول تخيل صعوبة مد مرافق وخدمات حيوية ولوجستية وبنية تحتية من شبكات غاز من كهرباء من مياه من تلفونات من من زي سويسر واليابان شوف بقى اللي جاي بقى ودول متنوعة التضاريس شكراً يا رب زي مصر وزي البرازيل فيها كل ما يختر على بالك من مظاهر التضاريس والسطح يبقى ده بيثبت لهو تنوع مظاهر السطح بين دول العالم طيب الأنهار بقى فين من الكلام ده الأنهار الأنهار دي أكثر ظاهرة على سطح الأرض تأثيراً في الكيان السياسي للدولة لو خيارت أي دولة يا دولة تفضلي تختاري إيه من اللي جاي دولة أعمل عندك جبل كبير مليان بالسرعات المعدنية ولا خلى عندك سواحل على بحر محيط ولا خلى عندك مساحة كبيرة جداً من الأودية والسهول الصحراوية والساحلية ولا خلى عندك نهر هتقولك على طول أختار النهر النهر ده له علاقة بالكيان السياسي للدولة النهر ده مسألة حياة وموت كباية الميا اللي عايزها السكان نقطة الميا اللي محتاجها الأرض الزراعية وبتستفيد من الأنهار طاقة كهربائية ونقل وسياحة وسروة سماكية حاجات شوف بقى يبقى بيخليك مستقل عن أي حد حد شقدر يضغط عليك أبداً أو يمارس ضغوط خارجية إذن قوتك في الكيان السياسي للدولة تستمدها من ظاهرات طبيعية على رأسها في مقدمتها امتلاك الدولة لنهر تتنوع السهول في العالم ما بين سهول فيضية وسهول ساحلية وسهول صحراوية يبقى كده الرجل حينتقل بنا نشوف أول مظهر من مظاهر التدريس وهو السهول أيوة فيه سهول فيضية اللي هي النهر جاية من الفيضان فبيرسب التربة والطامية على مر العصور زي نهر النيل كده ما عمل تربة خصبة في مصر كانت أساس التنمية منذ القدم وإنشاء دولة حضرية مستقرة عشان كده هيردوت ما بلغش لما قال مصر هيبة النيل هو كان قصده إنه نهر النيل ده هو الذي أعطى الحياة لمصر بس إحنا عدبين شوية نقول له بعد إذنك حنضيف مصر هيبة النيل والمصريين فلولا الإنسان المصر العبقري اللي استغل هذا المكان لما ظهرت الدولة بأركانها والحضارة والتنمية اللي علمت العالم كلها وفي عندي سهول ساحلية بتطل على بحرهم وحيطة بتستفيد منها أكيد حنقول ده كله وكمان السهول الصحراوية اللي مش كلها عيوب لا فيها مزايا كتيرة جدا يبقى السهول متنوعة على مستوى العالم طيب الآثار الإيجابية بقى للسهول تنوع الإنتاج الزراعي ووفرته يبقى أول حاجة طبيعي جدا جدا لو أنت عندك سهول أنك تقدر تزرع السهول دي وتزرع فيها أكتر من محصول يا سلام بقى لو المناخ بتاعك متنوع يبقى هتقترب من درجة الاكتفاء الزاتي ده ممكن يبقى عندك فائد وتصدر وتمارس ضغوط على دول تانية أو بالأقل خالص يبقى عندك اكتفاء زاتي وتعفل نفسك وشعبك وحكومتك من أي ضغوط خارجية وده هناخده لسه قدام طب كمان لو عندك سهول في الدولة كتير هيبقى عندك كدرة وإمكانية وإتاحة أنك تعمل تطور عمراني وأنشطة صناعية وأنشطة تجارية ويبقى لك ظهير سكاني تقدر تعمل مدن جديدة زي المينيا المينيا الجديدة أسيوت أسيوت الجديدة ولقصر ولقصر الجديدة وكمان عندك مدن في الظهير بتاعك في العاصمة زي بدر وزي الشروق وزي ستة اكتبر وزي العبور وزي ليه بقى؟ لأن انت عندك طبع سهلي تخيل الطبع ده كله جبل بقى والعاصمة محصرة بين الجبال وعدد سكانها زاد وعايز توسع زي رودي جانيرو كده في البرازيل فمعرفتش عزق الجبال إزاي راح تنقل بقى على العاصمة موديها برازيليا فوق هضبة البرازيل طيب ولو عندك سهول كمان تعمل ايه يا سلام؟ تقدر تعمل سهولة النقل والمواصلات وانشاء بنية تحتية متكملة على رأسها مجموعة الطرق ومنظومة طرق حديثة تربط كل أرجاء الدولة كمان لو عندك سهول كتيرة في الدولة بتاعتك يبقى فيه سهولة اتصال بين السكان ويسافروا لبعضهم في الاعياد والاحتفالات ونبقى قريبين من بعضنا في الاحتفالات وفي الأزمات وكلنا إيد واحدة كلنا نسيج اجتماعي واحد وقلفة ومحبة وطرابط وصلاة الرحم وفيه امتزاج ثقافي وفيه وحدة بين السكان على عكس لو كانت الدولة عبارة عن مناطق متفرقة كوديان بين الجبال صعبة جدا نتواصل مع بعضينا شوف قد إيه الأثار الإيجابية للسهول على الدولة أهو ده كل موجود في مصر شكرا يا رب انك جعلت في مصر نوع من أنواع السهول وهي السهول الفيضية على ضفاف نهر النيل اللي كان لها الدور الأساسي والرئيسي منذ الكدم في إنشاء الدولة المصرية بكامل أركانها حدودها وعاصمتها وجيشها وإدارتها اللي علمت العالم فمنقول مصر أم الدنيا احنا لا نبالغ لأن مصر خلها وفضلها الإداري والتنظيمي والعضاري على معظم دول العالم الأثار السلبية بقى للسهول على الدولة ايه ده؟ هو السهول لما تبقى موجودة في الدولة هيبقى لها أثار؟ طبعا جعل الدولة مكشوفة وأقل منع وقت الحرب ولما تتعرض للاحتلال ممكن يتم احتلالها بسرعة ويمكن ده برضو ممكن نضيفه للمساحة الصغيرة وإنها تبقى كلها سهول زي برضو بلجيكا وهولندا زي ما ألمانيا احتلتها بسهولة في الحرب العالمية طيب تعالي أخذك بقى كمان لحاجة مهمة جدا وهي ايه بقى؟ وهي المرتفعات ايه ده؟ هي الجبال في الدولة دي هل لها علاقة بقوة الدولة؟ طبعا ده الجبال دي الهي المرتفعات دي هنطلع منها دلوقتي جانب اقتصادي وهنطلع منها جانب زوء أهمية سياسية وهنطلع منها أهمية أمنية وهنطلع منها أهمية سياحية وهنطلع منها أهمية بالنسبة للدخل القومي للدولة انت متخيل؟ الحمد لله أشكرك يا رب عندنا جبال سيناء العظيمة وعندنا سلسلة جبال البحر الأحمر وعندنا جبل العوينات في أقصى جنوب غرب مصر شوف ربنا ما دينا قد إيه؟ تعال نشوف بقى إزاي ممكن نستثمر ونستفيد هذه من هذه الظاهرة التدرسية الكبيرة وهي المرتفعات يلا بينا نتعرف على مزايا وجود المرتفعات في الدولة المرتفعات لما تبقى موجودة في الدولة يا جماعة لها جوانب إيجابية وكمان جوانب سلبية خلينا نبدأ بالإيجابة الأول لأنه حاجة عظيمة جدا الحقيقة طيب الجوانب الإيجابية لوجود الجبال في الدولة واحد تمنع المرتفعات الدولة مزيدا من القوة إيه ده؟ آه لأنها تشكل مواقع استراتيجية للجيوش في المراقبة والدفاع انت متخيل لو في جبل بيفسل بينك وبين دولة تانية جرتك ما أنا ممكن أطلع فوق وأعمل وحدات استطلاع وحدات مراقبة للجيش وحط وسائل الدفاع الأرضي بقى والدفاع الجوي وحط في بطني كده بطيخها سيفي كده واتطمن أني مش هيجيلي خطر كتير من الجانب ده أركز في قطاعات حدودية تانية أكثر ضعفا وبالتالي كل ما يبقى الجبال موجودة في الدولة ده بيعطي الجيش بتاعها قوة وبضيف قوة عسكرية لكوتها في المراقبة والدفاع كمان المرتفعات اللي موجودة في الدولة تشكل حدودا طبيعية واضحة بين كثير من الدول مثل جبال البرانس بين أسبانيا وبين فرنسا زي بين كده قدامك على الخريطة وده الدور السياسي بقى يعني ممكن تبقى الجبال موجودة في الدولة ولجل الحظ موجودة على الأطراف بقى وناخدها حدود سياسية آمنة هادئة مستقرة واضحة المعالم ثابتة مين هيغير الجبل؟ مين هيحركوا؟ ولو جالك خطر حيجيلك خطر إزاي؟ ده لازم يبقى جوي صعب جدا المدرعات والمجنزرات والدبابات والحاجات دي تطلع وتنزل والمشاو صعب جدا زي ايه أهو قدامك أهو جبال البرانس تفصل بين فرنسا وبين إسبانيا إذن الحد الجنوب لفرنسا حد مثالي الحد الشمالي لأسبانيا حد مثالي وعندك مهارة قراءة وتحليل الخريطة يبقى عندك كوت ملاحظة شايف السهم اللي فوق الجبال ده؟ بيقول دولة اسمها ايه؟ ها؟ أندورة طب دي جايبية ولا حبيسة لو شاطر؟ ممتاز حبيسة ليه مش جايبية؟ عشان مش كلها داخل دولة واحدة دي حبيسة لها حدود مع فرنسا في الشمال ولها حدود متساوية تقريبا مع أسبانيا في الجنوب وبالتالي عشان هي محصورة بين دولتين تبقى تصنفها دولة حبيسة وليس دولة جايبية زي لسوته مثلا خلي بالك مفيش حاجة تعبد عليك كده مرور الكرام لازم كل حاجة هو ما بيجيبش حاجة في الكتاب إلا ولها قيمة وممكن ان تبقى موضوع سؤال كمان لو في مرتفعات في الدولة تشكل هذه المرتفعات في كثير من الدول مناطق سياحية إما للاصطياف مثل جبال بلاد الشام يعني هم بيروحوا يصيفوا مش لازم وانا في بلاد الشام في سوريا ولبنان انزل وابقى جنب البحر واخد شليه وتأجر وعوم عشان احس مثلا بالصيف لا ده انا ممكن اطلع فوق الجبال واحجز فيه منتجع جبلي فوق هذا المنتجع على ارتفاع 2000 متر انت متخيل بقى في الصيف فوق فيه منتجع فيه فرق 20 درجة فيه درجات الحرارة يعني لو انت عندك درجة حرارة 40 تحت او 35 هتبقى 15 درجة فوق انت محتاج ايه تاني يبقى معنى كده ان فيه اثار ايجابية تجني ثمارها بعض الدول في بلاد الشام من استثمار المرتفعات عندها في سياحة الاستياف او ممكن تبقى الجبال موجودة في فصل الشتاء بقى وفيه جليد بقى فنستخدم بقى التزحلق والتزلق على الجليد زي جبال القلب كده في اوروبا وعلى فكرة دي رياضة مشهورة جدا رياضة مهمة جدا ولها بيزلس وادارة ومصانع وازياء ومسابقات ومهرجانات واحتفالات يبقى معنى كده المرتفعات اهو لاها علاقة بالجانب السياحة والدخل القومي ايه ورقم اربعة عارف انتك عايز ابدأ بيها من الاول خالص وانت عارفها وهي توجد في المرتفعات سروات معدنية تعدى اساس الصناعة شفت الخير قد ايه اللي ربنا بيبعثوا للدول اللي فيها مرتفعات في جانب سياسي في جانب عسكري في جانب اقتصادي في جانب سياحي ودخل قومي دي مزايا المرتفعات في الدولة بس بلا شك طبعا ان فيه اثار سلبية لهذه المرتفعات انت متفاجئ دلوقتي ازاي يبقى المرتفعات دي لها دور سلبي طيب شوف المثال اللي هو جايبهن ده اولا صعوبة الاتصال بين اجزاء الدولة يعني خلي كده دولة وقاسمها جبل بالنص يبقى فاصل شرق الدولة عن غربها يبقى فيه صعوبة في الاتصال والتواصل بين السكان وكل منهم هيحس ان هو له ثمات خاصة بيه يعني الاندماج بتاع السكان وسهولة تواصلهم ومتصالهم مش متاحة كمان يعاقة تحقيق التنمية الشاملة تخيل الدولة اللي فيها جبل في النص وقاسمها نصين عايزة تعمل خطة تنموية شاملة لكل ارجاء الدولة ده هيبقى صعب ازاي حتنفذ في الشرق والغرب ويبقى فيه ترابط بين البنية التحتية والمرافق وهي مفصولة جزئين شوف اللي جاية الخطير يا بقى تعزيز روح الانفصال لبعض الاقليات في بعض الدول مثل اقلية اقليم كتالونيا في اسبانيا وده واضح على الخريطة قدامك اهو الناس اللي بيحبوا الكورة بقى يلا بينا نروح بقى اسبانيا اهو وعندك الفريل الكتالوني وعندك اقليم كتالونيا الله ده اقليم كامل في شمال هالشارق اهو انت شاف الخط اللي فاصل بين كلمة اقليم كتالونيا وبين اسبانيا على الخريطة اهو ده جبل يعام ده جبل فعلا في الطبيعة فعشان كده سكان اقليم كتالونيا على مر العصور عندهم احساس كده شبه بالعزلة ان هم مستقلين شوية فحتلاقي لهم عادات وتقاليد وثقافة شبه منفصلة شوية ومختلفة عن اسبانيا فده نمى عندهم روح الانفصال وبيطالبوا بالحكم الذات والانفصال وكده يبقى تعزيز روح الانفصال اذا وقع الجبل في احد اطراف الدولة وفصل جزء من سكانها عن باقي سكان الدولة ده بالنسبة للأثار السلبية للمرتفعين خليني اخدكوا بقى لحاجة مهمة جدا يا جماعة وهي المناخ بقى قد ينعم ربنا عز وجل على الدولة بتنوع مناخي يبقى عندك تقدر تزرع منتجات المناطق الحرة منتجات الزراعية للمناطق المعتدلة او المناطق البردة او سيسمارها حتى في السياحة ده انا هديلك مثال صغير جدا جدا في مصرنا الحبيبة احنا عندنا سياحة مناخية في الشتاء بيجي كل السياح الاوروبيين تقريبا للقصر واسوان في جنوب مصر عشان ينعموا بشمس مصر الزهبية الدافئة في الشتاء ويشاهدوا معاها بالمرة الاثار المصرية العريقة في لقصر واسوان يبقى معنى كده مين اللي جاب السياح دولة المناخ هو اللي جابهم تخيل بقى يبقى معنى كده ان المناخ والتنوع المناخي وكمان التطرف المناخي قد يصب في قوت الدولة او سلبيتها جاهز ادواتك بسرعة عشان ناخد مع بعضينا كيف يؤثر المناخ في قوت الدولة المناخ بتاع الدولة بيؤثر بطريقة اما بشرة او غير مباشرة في تحديد اهمية الدولة وكذلك وزنها السياسي بسبب تأثيره في حاجات كتيرة جدا يا جماعة نوع التربة ايوة المناخ اللي بيحدد هل المناخ ده هيبقى تربطه خصبة ولا مناخ صحراء وتربطه صفرة ولا مناخ استوائي وتربطه للترايد حمراء مش قادرة تنتج وبيأثر كمان في النبات الطبيعي شيء طبيعي لو غزرت الامطار والحرارة العالية في بنيتك المعرفية من زمان الجغرافية انت عارف كلما غزرت الامطار وارتفعت درجة الحرارة بيبقى فيه غبات كل ما تقل يبقى حشائش سواء حشائش مرتفعة سفنة او استيبس مقصيرة وكل ده لنوع معين من السروة الحيوانية شوف العملية مرتبطة بعضها قد ايه كمان تنوع العديد من الانشطة البشرية ده كله معتمد على المناخ طيب المناخ المعتدل نبدأ بيقى يزيد من فعالية الانشطة البشرية في مختلف المجالات مما يساعد على قوة الدولة وتقدمها وتطورها زي معظم دول حوض البحر المتوسط عندنا مناخ اسمه مناخ حوض البحر المتوسط انا عارفك بالتوقتي حار جايف صيفا ده فيه معتدل ممطر شتاء والمعلومة دي في بنيتنا المعرفية الجغرافية من ابتدائي كمان انا عارف تخيل بقى كل الدول اللي بتطل على حوض البحر المتوسط مناخة معتدل لا هو حر جدا ولا هو برد جدا بالله عليك دي مش نعمة من ربنا بدل ما يكون مناخنا متطرف اما بارد جدا كارس البرودة كطبي متجم زي الدول الاسكندنافية في شمال العالم ولا يكون مناخ استوائي حار متعب مرهق للانشطة الاقتصادية والانسان زي المناطق الاستوائية لا ربنا افاض علينا من نعمة كل دول الحوض البحر المتوسط مناخة معتدل تمام المناخ بقى المتطرف عكس المناخ المعتدل اذا كان المناخ المعتدل بيعمل على ازدهار الانشطة الاقتصادية وتركز السكان فان المناخ المتطرف سواء شديد الحرارة او شديد البرودة او شديد الجفاف كل ده اسمه يا جماعة مناخ متطرف بيؤدي ايه بقى بيؤدي للحد من فاعلية الانشطة البشرية وكأني بعكس مزايا المناخ المعتدل فتصبح هذه المناطق خالية من السكان والسكان هيقعد ازاي في مناخ في مناخ متطرف هيقعد ازاي في مكان في مناخ متطرف او قليلة منهم زي مثلا شمال روسيا ها فاكر سهول ايه ها ممتاز سهول سايبيريا وشمال كندا بفعل البرودة كمان الصحار الحارة بقى في معظم شمال افريقيا بفعل الحرارة واضح جدا قدامك هاو في الصورة سواقفوا كطب متجمد عامل ازاي شوف المعاناة لما تصحى الصبح تلاقي عربيتك وتلاقي ادواتك كلها مكسوة بالجليد ده انت هتتخرج ليل للعمل على الساعة عشر كده 11 لما الشمس تبدأ تظهر وكالساحات الجليد تكسح الشوارع وتبدأ انت تزيل الجليد شوف قد ايه انت هنا بتفتح تصحى شغل عربية على طول على شغلك شوف نعمة ربنا وكمان شوف شمال افراكي عاملة ازاي تكتل تهب بالصورة قدامك هاو الصحراء الكبرى اقصى مناخ متطرف في العالم واكبر صحراء في العالم اكيد ما فيش سكان الا بعض المناطق الندرة كلوحات يبقى ده عيوب المناخ المتطرف اخطر شيء بقى او اجمل شيء التنوع المناخي بقى يا سلام لو الدولة متنوعة في المناخ يبقى عندك اعتدال او مناخ معتدل وبعدين مناخ متطرف وبعدين مناخ متنوع او التنوع المناخي بيسهم التنوع المناخي في اي دولة اذا وجد يعني في الاكتراب من درجة الاكتفاء الذاتي للدولة ليه اه انا اقولك ليه التنوع في الانتاج الزراعي الله يبقى دولة فيها تنوع مناخي تماشيء طبيعي يبقى فيها تنوع في الانتاج الزراعي تنوع مناخي يعني ايه يعني بص كده لخريطة الولايات المتحدة الأمريكية اللي قدامك دي كل لون بيمثل نوع مناخ معين عندك المناخ الصحراوي الحار المناخ المعتدل شرق الكارات المناخ الجبل إيه مناخ الصحاري المعتدل المناخ المعتدل البارد مناخ حوض البحر المتوسط المناخ الكار البارد واحد رفع يدي بسرعة بقول لي يا مستر أنت غلطت بتقول مناخ البحر المتوسط وإحنا في أمريكا يا سيدي ما أنا فاهم هو المناخ هنا أطلقوا عليه مناخ البحر المتوسط لأن خصائصه المناخية والنباتية تشبه ما يوجد في البحر المتوسط وإحنا في البحر المتوسط العالم القديم قبل اكتشاف الأمريكاتين وإستراليا فلما روحنا للعالم الجديد وبدأنا نستكشف خصائصها المناخية فأي مناخ بنلاقيه مشابه لمناخ موجود في العالم القديم بنطلق عليه نفس الاسم عشان بس ما تتنخبطش وتقول لي ده إحنا في أمريكا يبقى إزاي في مناخ البحر المتوسط تخيل انت بقى في الخريطة دي ان فيه تنوع مناخ يبقى فيه تنوع في الانتاج الزراعي يبقى كل مناخ بينتج مجموعة محاصيل الله والشمال يستورده من الجنوب شوف انا عايز اوصل بيك لقى اهو والشرق ياخده من الغرب والعكس واللي في النص بياخد من الكل الله فيه ألفة فيه ترابط فيه تبادل فيه اتصال فيه تواصل فيه وحدة وطنية بين السكان يبقى الميزة التانية اهو في التنوع المناخي بعد تنوع الانتاج الزراعي وتنوع الانشاط الاقتصادية هو يؤدي الى التكامل بين اقاليم الدولة وتعزيز وحدتها الوطنية زي الولايات المتحدة الامريكية طيب انا الحقيقة هنا هطرح معاك سؤال عميق ودي من ضمن الاسئلة اللي بتبقى بتعتمد على مهارات التفكير العليا في الربط والتحليل بين عناصر واجزاء ودروس المنهج فاكر لما قلنا ان مين تحدث عن تأثير المناخ في كوة الدولة اول واحد في الدرس التميدي اريستو يبقى اريستو قال من ضمن العوامل اللي بتأثر على كوة الدولة المناخ هو الراجل موضحش بس لفت نظرنا الراجل ده عبكاري سبق عصره جي بعد كده كيلن لو فاكر قدم لنا علم اسمه الجيوبوليتيك قال الدولة كائن ايه؟ ممتاز كائن حي له كم هدف؟ هدفين هدف داخلي وهدف؟ هدف خارجي الداخلي بقى ايه هو لو فاكر؟ هم؟ ترابط ووحدة وتجانس السكان تا ما ده حصل في الولايات المتحدة الامريكية الله يبقى طلاقة افكار هم؟ اريستو مع افكار هم؟ كيلن ايوة هم؟ فيه على ارض الولايات المتحدة الامريكية من حيث بقى يقول لي مساحتها الشاسعة تنوع مواردها الاقتصادية اطلالتها البحرية المتعددة ولا تنوع ظروفها المناخية؟ ممتاز تنوع ظروفها المناخية يبقى الهدف الداخلي لكيلن اتحقق في الولايات المتحدة ايوة فيه ترابط وحدة السكان اصر المناخ في قوة الدولة افكار اريستو ايوة اتحققت فيه الولايات المتحدة الامريكية طب فين احنا بقى من التكنولوجيا الحديثة وين هي تعالج هذه التطرفات المناخية؟ يلا بنا نتعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة في الحد من الآطار السلبية للتطرف المناخي قال لي ان التكنولوجيا والتقدم العلمي والبحث العلمي الحقيقة كان ليه دور كبير جدا في تقليل الآثار السلبية للمناخ على قوة الدولة عن طريق تطور وسائل النقل والمواصلات يعني عمل لك وسائل النقل حديثة يعني لو انت بتنتج منتج في الكاهرة وعايز تنقله تبيعه في أسوان بس خايف من طول المسافة ان هو يفسد في الطريق التكنولوجيا قالت لك ما تلاقشي هنعمل لك كطار فائق السرعة يربط القاهرة الكبرى والواجل البحري بالسعيد فأي منتج انت عايزه مش لازم بقى تعمل تلاجات وتصرف فلوس بقى في التكييف وبتاع ده في ثانية مفيش ثلاث ساعة أوه في ثانية هيكون منتقل وهيوصل فريش تمام؟ اثنين يا ام يا عم تعمل توفير أجهزة تكييفة يبقى التكنولوجيا الحديثة عملت لك سيارات مجهزة ببردات ممكن تنقل منتجاتك الغذائية والزراعية فريش تزوجة من دولة لدولة أخرى كمان الزراعة الحديثة في البيوت البلاستيكية التكنولوجيا قالت لي ايه لو انت دولتك مناخها حار وعايزين تزرعوا يعني محاصيل زيت مناخ بارد مفيش مشكلة اعمل صوبات زراعية بدل ما تستورد المنتج انتجه عندك هنتجه ازاي ودولتي كلها مناخ حار مانا هعملك صوبة زراعية بيوت محمية بلاستيكية زي المشروع العبكار العظيم لأكبر مشروع للصوبات الزراعية والبيوت المحمية البلاستيكية للزراعة في العاشر من رمضان عندنا في مصر وبالتالي منتجات كلها الان موجودة في السوق المحلية والسوق الإقليمية لحوض البحر المتوسط والمنطقة الإفريقية والدول العربية عشان كده بقولك ممكن دولة في أوروبا تنتج منتجات زراعية خاصة بمناطق حارة ليه لأنها تغلبت على هذا عن طريق تكنولوجيا بإنشاء صوبات زراعية تزبط درجة حرارة تزبط الرطوبة وتنتج اللي هي عايزة النبات الطبيعي بقى يبقى احنا كده اتكلمنا على المرتفعات والسهول كتدريس واتكلمنا على المناخ بأنواعه تعالى نشوف بقى تأثير النبات الطبيعي على قوة الدولة نبات طبيعي أكيد طبعا في بنيتك المعرفية هو ذلك النبات الذي ينمو في الطبيعة بدون تدخل الإنسان معتمد على العلاقة البينية بين المناخ وبين التربة والعناصر بتاعته أنماط النباتات الطبيعية نوعين إما غابات أو حشاش يعني كلما كانت الأمطار غزيرة والحرارة مرتفعة بتنمو غابات وانت عندك في بنيتك المعرفية برضو أنواع عديدة وأنماط غابات استوائية غابات نفضية غابات البحر المتوسط غابات مخروطية صنبورية عندك الغابات اللي موجودة في المناطق المدارية والمقليم المثيمي أشكال كتيرة جدا وكمان الحشائش بقى اللي هي إما سفنة أو ستيبس يبقى احنا كده هنتكلم على حاجتين الغابات والحشائش طيب تعال نشوف كده النبات الطبيعي نبدأ بالغابات تمثل الغابات موردا مهما من موارد الطبيعية للدولة يعني هو فيه مزايا تانية غير أن أنا كدولة عندي غابات أقطع الغابات وبعها شجر كتير جدا تعالى سجل بقى معايا هو عشان دي هتبقى حاجات جديدة بالنسبة لك إضافية على بنيتك المعرفية الجغرافية اللي عندك واحد انتاج الأخشاب طيب بنعمل إيه بالأخشاب دي؟ بنبني ونصنع سفن وأساس ما انت قاعد قدامي هو على الشاشة وشايفني على كرسي وعلى أنتريه ووراك النيش بتاعك ووراك بقى فيه أساس في البيتة هو وكمان صناعة السفن اللي مشي في البحار والمحيطات أساسها من الخشب طيب يبقى إنتاج الأخشاب لبناء وصناعة السفن أدي جانب تصنيع توفير المطاط الله الذي يدخل في صناعة إطارات السيارات والطائرات في شجرة في الغابات الاستوائية اسمها المطاط بنجرحها كده بالسكينة بتنزل مادة لازجة بيضاء مطاطية ناخدها ونعالجها كيميائيا ونعجنها ونصنع منها إطارات طبيعي بقى اللي هو الكاوتشوك أو المطاط الطبيعي اللي هو خاص بالسيارات وخاص بالطائرة ده غير طبعا الكاوتشوك أو الإطارات من البترول بنسميها مطاط صناعة طيب أدي اتنين تلاتة بقى شوفوا الجانب العسكري بقى تقدم فوائد حربية بتوفير أماكن يمكن اللجوء والاحتماء فيها أثناء الحرب لو أنت جيش في دولة فيها غابة وعايز تعمل تمويه عايز تحتمي من ضربات مفاجأة عايز تعيد ترتيب قواتك والجندي عامل وشه وحطت حاجات كده ألوان زي الطبيعة ولابس أفرول مش عارف إيه لونه زيتي وعليه شجر والتمويه وممكن يكون واقف أكنه شجر أنت مش شايفه أيوة يبقى فعلا الغابة بتوفر للجيش أماكن للجوء والاحتماء أثناء الحرب كمان الغابات أحد مصادر الدخل القومي يبخت الدول اللي عندها غابات بتقطع الأخشاب وتبحى خام أو متصنعة يبقى بتزود حجم دخلها القومي النوع الثاني بقى من نبات الطبيعي الحشائش لعبة الحشائش دورا مهما في التاريخ فهي أهم مناطق الرعي في العالم ويمكن حضرات كبيرة جدا جدا غازة العالم من شرق الغرب معتمدة على الرعي للخيول أو الحيوانات بتاعتها لكن لو ما كانش فيه وقتها مراعي كان هيجي يهجم على دورة تانية يلاقي بينه وبينها صحرة كبيرة جدا عايزة تلت شهور للمرور تب هيجيب أكل لحرمي فكان بيروح واقف بقى لكن انتشار المراعي ارتبط بانتشار لحضرات الكبرى كديما أما الآن بقى تساعد وفرة الحشائش على نمو اقتصاد بعض الدول حيث تمثل المراعي طبيعية للثروة الحيوانية مما يزيد من انتاج الألبان واللحوم والأصوف زي كده استراليا والأرجنتين يعني معنى كده إن فيه مناطق فقيرة في النبات الطبيعي فقيرة في الانتاج الحيواني زي شمال إفراقيا عشان تطرفها المناخي وفكرها في انواع النبات الطبيعي وخاصة حشائش الرعي طيب ناخد سؤال معانا كده بسرعة يلا جاهز نبدأ تعبر الصورة التي أمامك على إحدى طرق التغلب على مشكلة إيه لو أنت شاطر دي صورة إيه لسه إيه لك عليها في العاشر ممتاز صوبات زراعية بتتعبر هذه الصورة عن إحدى طرق التغلب على نقص المياه ولو عورت السطح ولتطرف المناخ ولتصح الأراضي ممتاز تطرف إيه المناخ يبقى حار بوفر بارد بوفر بيئة مناسبة للزراع في داخل هذه الصوبة أمامك خريطة للحدود السياسية بين تشيل و أرجنتين إدريس هاوس وأجب إيه بقى أكثر المناطق المتوقعة غيناها بالثروة المعدنية في الأرجنتين الله عنا ما خدناش الأرجنتين يا مستر يا عم عندك الخريطة بص عليها هو ومال فين مهارة قراءة التحليل وتفسير الخريطة ما عنا خدناها لما كنا بنتكلم على تشيل دولة طولي أهي جنبها الأرجنتين الأرجنتين دي بقى السرع المعدنية بتبقى موجودة فين؟ في السهول ولا في الأودية ولا في الجبال ولا في الجزر في الجبال الجبال موجودة فين في الأرجنتين؟ يلا يبقى هنا نواتج التعلم بيئيس للتجاهات اللي عندك هل أنت مدرك تعرف اتحاد الاتجاهات شمال جنوب شرق يبقى هي في الشمال الإيه؟ ممتاز في الشمال الغرب عشان جبال الأنديزة في أقصى شمال الأرجنتين توجد علاقة عكسية بين التساع السهول في الدولة وإيه؟ علاقة عكسية سلبية يترى النمو العمراني ولا ظهور الأقليات ولا تعزيز الوحدة ولا تنوع في تعزيز الوحدة بتفصل بقى وكده تمام تتسم ألمانيا بالامتزاج الثقافي والوحدة بين السكان ويرجع ذلك إلى عمل ألمانيا وامتزاجها الثقافي والوحدة يترى الموقع ولا المساحة ولا الشكل ولا التدريس طبعا تدريسها معظمها سهول يعني بيغلب عليها الطبع السهلي فعشان كده السكان ممتزجين مع بعضهم يمثل المنتج اللي قدامنا ده أحد مزايا استغلال مين؟ الكوتشوك ده منطلعه من نبات طبيعي ولا التنوع مناخي ولا نقل سريع ولا ممتاز على طول الناس عرفت وهو النبات الطبيعي اللي هي أشجار المطاط السؤال قبل الأخير معنا في حلقتنا أهم المقاومات الجغرافية اللي بتساعد على وفرة الانتاج المعداني لأي دولة هي ايه يا جماعة؟ الموقع والشكل ولا الشكل والتدريس ولا تدريس والمساحة ولا المساحة والموقع أكتر حاجتين بيأثروا في المقاومات الجغرافية تبقى تنوع مظاهر التدريس اللي عندك وكمان مساحتك ايه كبيرة آخر سؤال في حلقتنا النهاردة من أكثر المناطق المناخية اللي ساعدت على الازدهار الاقتصادي وتوافر فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وهنا أربط بقى فين قلب الدولة الاقتصادي والنموذج اللي خدنانا ممكننا منتكلم على عاصمة في الوحدة اللي قولة في الدرس التاني اللي يبقى لنا منطقة البحيرات الخامس العظمى اه اللي موجودة فين اه شمال شرق الولايات يبقى عند رقم ايه؟ يبقى عند رقم ايه؟ واحد بكده أعزائي نكون وصلنا مع بعضينا لدراستنا التفصيلية للمكومات الطبيعية كلها لكوت الدولة الموقع والمساحة والشكل والتدريس والمناخ ثم النبات الطبيعي على أمل ان شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ مع بعضينا بقى رحلة المكومات بقى ايه؟ البشرية في النهاية بقولك حب الجغرافيا تحب بلدك حب الجغرافيا تفهم ماضيك تدرك حاضرك تدير مستقبلك مدرساتنا نجمن في سماء ننجح بالعلم ونكبر بالأخلاق ما خلصش الكلام ولكن